السلام عليكم أنا عمر الأنصاري الرئيس السابع لجامعة قطر تشرفت وتعيني رئيسا لجامعة قطر في بداية صيف عام 2023 علاقتي في جامعة قطر علاقة قديمة بدأت من قريب 40 سنة قدمتي للجامعة وقبلت في الجامعة كطالب خريج من الثانوية في برنامج الهندسة المدنية درست في الجامعة في هذا البرنامج وتخرجت منه والحقيقة تشكلت عندي خلال دراستي في هذا البرنامج رغبة واضحة في إكمال الدراسات أو مواصلة دراساتي في مرحلة الماجستير والدكتوراه وبعد ذلك تخرجت من الجامعة تقدمت لألتحق بالجامعة كمعيد وفعلا قبلت كمعيد بعد انتهائي من الدكتوراه عتي إلى جامعة قطر كعضوية التدريس وفعلا بشرت عملية التدريس وكانت تجربة ممتازة الحقيقة لم يمضي وقت طويل تم اختياري مسؤول عن البرنامج التأسيسي داخل كلية الهندسة وفي هذه المرحلة أيضا عملنا على إنشاء برامج جديدة للطالبات في كلية الهندسة كانت هذه البرامج أول برامج هندسية على مستوى الجامعة وكذلك على مستوى الدولة داخل دولة قطر انتقلت بعد ذلك للعمل في قطاع شؤون الطلاب فعملت مساعد لنائب الرئيس لشؤون الطلاب بعد ذلك نائب للرئيس لشؤون الطلاب إلى عام 2015 عدت كعضو هيئة التدريس وفعلا بشرت من جديد مهامي في التدريس داخل كلية الهندسة في عام 2017 تم اختياري كنائب للرئيس لشؤون الأكاديمية وعملت في هذه الوظيفة إلى حين تعييني رئيس لجامعة قطر في عام 2023 الحقيقة هذه التجربة اللي مريت فيها أنا رأيت الجامعة أو عرفت الجامعة كطالب عرفت الجامعة كمعيد كعضو هيئة التدريس عرفت الجامعة كمسؤول عن شؤون الطلاب داخل الجامعة لسنوات عديدة وكمسؤول عن شؤون الأكاديمية داخل الجامعة لسنوات عديدة وأنا إن شاء الله متفائل أن هذه التجارب وهذه المعرفة سيكون لها قيمة حقيقية في قدرتي على إدارة دفة الأمور داخل الجامعة بمشيئة الله جامعة قطر بالنسبة لي تتجاوز كونها بيئة عمل أو مكان عمل هي مجتمع أنا عشت فيه لفترة طويلة وشكلت فيه علاقات هو أسرة بالنسبة لي مثل أسرتي بالضبط في بيتي عندي أسرة في جامعة قطر أتعامل معاها وفي كثير من الأحيان الحقيقة الأوقات اللي أقضيها داخل الجامعة تتجاوز الأوقات اللي أقضيها مع أسرتي داخل البيت تبقى جامعة قطر هي الجامعة الأكبر والأقدم في الدولة والجامعة المتوقع منها القيام بالكثير الجامعة عليها دور واضح في تهيئة وإعداد هؤلاء الخريجين إسهام الجامعة في حل المشاكل أو في محاولة حل المشاكل والتفاعل مع الأسئلة الصعبة التي تطرح في المجتمع هذه كلها تضع الجامعة في محل المسؤولية لتكون قادرة على القيام بدورها بطريقة صحيحة ما أرى أن هناك عمل شاق وحقيقي ينتظرنا جميعا يجب أن نتأكد أن ما نقوم به من أبحاث إنما هو متصل تماما برؤية دولة قطر الجامعة يجب أن تكون مؤسسة أصيلة داخل المجتمع تستشعر مشاكل المجتمع وتكون لها محاولات حقيقية في الإسهام في حل مشكلات المجتمع على اختلاف مشكلات المجتمع بطبيعة الحال أبناء الطلاب أنتم كذلك عليكم دور في إكمال هذه المنظومة منظومة التعليم الجامعية في الوقت الذي توفر فيه الجامعة بيئة تعليمية أكاديمية فعلى الطالب كذلك دور واضح يجب أن يقوم به الطالب فيما يتعلق بوجود أهداف وطموحات واضحة فيما يتعلق بالتخطيط للوصول إلى هذه الأهداف وهذه الطموحات ما نحمله من طموح وأحلام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر